اشتركوا في القناة المعسكر لتحقيق اقصى استفادة ممكنة للاصول بجميع اللاعبين الى افضل مراحل الجاهزية قبل استيناف مباريات الموسم بجانب الاستعداد للموسم الجديد المعسكر يسير كما خطط له الجهاز الفني في مراحل الجدية والانتزام والتدريبات بالاضافة الى نشر حالة من المرح والرفاهية على اللاعبين في بعض الاوقات لكسر حالة الملل التي قد يشعرون بها لتجديد الطاقة لديهم واستيعاب ما يخطعون له من حصص تدريبية مكثفة وذلك بعد عودتهم من راحة سلبية امتدت لما يقرب من اسبوعين الفريق بدأ مرحلة الودية امس الاثنين بمواجهة فريق سوكر سمارت الاسباني وحقق الاهلي فوزا كبيرا بتسعة اداف نظيفة على ملعب لفينكا ويتجربة نالت رضا الجهاز الفني لانها كانت فرصة لتجريب العديد من الافكار الخططية والفنية بصرف النظر على النتيجة لذلك دفع الجهاز الفني باثنين وعشرين لعبا على مداري شوطي المباراة لتجربة العديد من الامور التكتيكية استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد حسم بطولة الدوري محمد يوسف المدرب العام للفريق اكد ان الجهاز الفني حريص على استغلال كل دقيقة خلال مدة المعسكر لتجهيز اللاعبين وفقا لبرنامج تدريبي محدد يشهد تكفيفا للجوانب البدنية للوصول بالفريق الى اعلى معدلات اللياقة البدنية بعد فترة الراحة بالاضافة الى تجربة معظم اللاعبين للوقوف بدقة على العديد من الامور الفنية واستكمال النواقص التي يحتاجها كل لاعب تمهيدا للوصول بالفريق مع نهاية فترة المعسكر الى افضل مستوى فني وبدني ممكن يخض المارد الاحمر ثانية ودياته يوم الخميس المقبل بمواجهة فريق نيوبورت كاونتي الذي يلعب في دور القسم الثاني الانجليزي في ثاني تجارب الفريق الودية وتقام المباراة على ملعب بناتارا ارينا في مدينة سان بيدرو والتي ستكون اكثر قوة لانها امام مدرسة كروية مختلفة ترجمة نانسي قنقر